السؤال اللي بعد كده بيقول هل يجوز لمسلم أن يتزوج واحدة من غير أهل الكتاب؟ لا لا يجوز لمسلم أن يتزوج من غير أهل الكتاب لأن الله سبحانه وتعالى أبان أن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هم الذين يجوز أن نتزوج منهن فغير أهل الكتاب لا يجوز أن يتزوج المسلم من غير أهل الكتاب أهل الكتاب يعني مين؟ أهل الكتاب يعني من لهم كتاب سماوي اللي هو أخواننا المسيحيين وكمان اليهود هم دول أهل الكتاب اللي لهم كتاب سماوي مقصود بأهل الكتاب ومن كان لهم كتاب سماوي وهم الموجودين قدامنا دلوقتي هم المسيحيين وكمان أيضا اليهود لو أني ظهر أن حد كان بيجينا سؤال زمان كده يسألوهن كده لو حد مثلا ثبت أنه عنده كتاب سماوي وإحنا ما نعرفوه مثلا هو تابع لهذا الكتاب السماء وهل يكون من أهل الكتاب؟ نعم سيكون من أهل الكتاب بس لما يكون في أثبت أن هذا الكتاب الذي عنده ويعبد الله عليه هو من عند الله سبحانه وتعالى إذن أهل الكتاب هم الذين يجوز أن يتزوج المسلم منهم لكن غير أهل الكتاب من عندهم أديان وضعية لا يجوز أن يتزوج منهم المسلم